راسرنا ياسم معراش لا طالما شكلت الجماهير العلامة الفارقة في الكرة المغربية رغم التذبذ بأداء الأندية والمنتخبات الوطنية إلا أن الجمهور يواصل الدعم بطريقته المعتادة أعمال شغب خدشت صورة الكرة المغربية ليتم السماح بعودة الإلدراس لمدرجات الملاعب قرار يأتي بمثابة فرصة لإعادة الدفء للمدرجات بالنسبة لعودة الإلدراس للملاعب نحن نحب بذلك الفكرة لأن الإلدراس يعطي إضافة داخل مدرجات الملاعب مغربية بصفة عامة كذلك إضافة في الفرجة بعد خلصة القبو قابلة بمستوى كبير هم تخلقوا لكم واحد الأمبيونس داخل الملعب وداخل المدرجات أظن أن المدرجات الملعب الوطنية تبقى في حاجة مساء إلى عودة دفء الجماهية المغربية لأن الجماهية المغربية هي من تقدم الإضافة بالنسبة للعب وكذلك الأندية الوطنية هي من تصوق كذلك المنتوج الكواوي خائج البلاد الرجاء يلعب مبارته أمام أولمبيك أسفي بمركب محمد الخامس بدون حضور الجمهور قرار بعد أعمال شغب بملعب مراكش في مباراة سابقة للرجاء مباراة انتهت سلبية النتيجة لكن اللاعبين يتطلعون لعودة الأنصار في أهم ظرفية من عمر الدور المغربية كان حضر معنا الجمهورديا نفض مقابلة في مقابلتكم في شكل آخر فكان رسالة الجماهر الرجوي خاصة المغربية بشأنهم يكونوا حاضرين معنا صورتوا ألنا فريق اللي عنده يقدم كورة مزيانة فإحنا كنت سلناه الدعم ديالهم في المقابلة الجيد فريق الفسحر الرباطي بالنسبة للجماهر بحل هذه المباريات ذي الويكلو كنتمنى ما تقشتعود بحلقة كنتمنى من الجماهر المغربية نتشجع بحضارة وكل شيء يعرف أن القيمة دي الجماهر المغربية جماهر كبيرة فكنتمنى من الجماهر يساعدون يساعدون في المباريات نتائج استثنائية تحققها الكرة المغربية على مستوى الأندية والمنتخبات عودة الجماهير للمدرجات بات مهما لتكتملت صورة التألق على جميع المستويات عودة كامل مكونات الجماهير المغربية لمكانها الطبيعي لا مجال لمزيد من أعمال الشغب لا سيما وأن الكرة المغربية باتت في حاجة لجماهير تشجع وتحترم المنافس اسم عرشبين سبورت الدار البيضاء خلف اتقالة البرازيلي سيرجيو فاريا ثماني اشتركوا في القناة